طيب لو كلمت على أنت قررت اعتزالك أحيانا الإنسان لما بيحس أنه هو بش قادر ممكن يعني اعتزال أو الإصابة ممكن تعلم الاعتزال أو تفرض عليك هتعمل الاعتزال اختار واحد من الثلاثة وكلمنا عليهم هل أنت قررت ولا تفرض عليك ولا الإصابة هي المناعتك خلينا نقول تفرض علي تفرض عليك تفرض علي بزوء يعني من مين من جهاز كان لسه حيبتدي يمسك الموسم شافوا أنك مش هتقدر تعمل لسه هم أصلا ما كانوش مسكوا كانوا بيمرنوا كده كان كاد أبطع أنور سلامة وكان صلاح حسني ودير كرة وكانوا هجيبهم داري بجنابي فهم حابوا يعملوا وكان معهم كبطرق سليم مش فعالكرة هادي السورة لان أستمر في الملاعب لأنني لا أريد الاعتزال مجبرا ايوه أول مباراة اللي هي مع الفريق الأول كانت دولية ضد هورسد الصومالي هو سألوني أنت عايز تعامل إيه ما أنا كده إنت عايز تعامل إيه بيبقى الله يبعدها بيها كان ممكن яعب يعني أتمل إيه يعني أريد تعامل إيه لا يعني ما أعوز العمل إيها أريد أن ألعب هم مش أعايزين قالوا هلك كده يعني αريد機會 ايه أريدfter اعمل إيه غير معناها إيه ايوه ده انت ليه خدتها بالتبسير ده لا لا احنا ما ييجي كابتن زي صلاح حوسني يجيبني في القوضة ويكلمني اتفكر في ايه عايز تعمل ايه يعني ايه انا مش ضمن الناس مهيده يعني اه مش ضمن الناس اللي في ادمخهم يعني اه في الفترة اللي جاية كويس عندهم ناس طلع يعني فكان ممكن اعرفها حتة تانية هنا بقى جي القرار يعني لا بس ديها واحدة انت كان عندك العزيمة والارادة اللي انت بدأت بيها ممكن ترجع تاني اه درعب تلات سنين كمان تلات سنين اش هاد يقولك اربعة وخمسة كنت ادرعب سنتين تلاتة هل لو رحت للكابتن صالح الله ارحمه وكلمت معايا كان ممكن تلعب تاني هروح للكابتن صالح وكابتن طارق مشرف على الكرة نعم يعني هم هيجوا من وراء كابتن طارق يشوفوا تصفية اللعيب بس انا مش انا بس اه كنت أوله اعملوا حساب ان انا هبطل وعملوا حساب ان انت واخد قرار خلاص اندي لا انا كنت بطلت قبل ما هم ييجوا حاجة كده اه لا انا بطلت والخطيب كان والخطيب لعب بعدين 6 شهور بس انا انا بالنسبالي بطل في نفس السن اه انا كان من ايام كل الشاي اللي كان عاوزيه يبطل ولي بقت بالنسبالي انا مصطفى عبدو بطل خطيب بطل وانا هاعد اه بس انا انا بس عاوزيه لحاجة شيء انا عايفي انت اكبر مني بالسن وكل حاجة اه بس لا في حاجة انا من 82 بعد ما ميشي الكابتن جهري وجيه كلوتشاي فكلشاي جيه 80 قبل جهري قبل الكابتن جهري كلوتشاي وصل بينا لغاية دول 4 بين اه وميشي فكان عاوزي بطلني فاعدت فترة وقال لي انت وجابوني كده وقال لي هتوعد احتياطي وبتاعه عادي طول ما انا ما عنديش مشكلة بس اللي بيني وبين كل ما لعب فجيه الكابتن جهري ام زي ما بتقول ايه لماعنا تاني الفرقة دي كلها ولعبنا كسرنا 82 بعدها جي دون دون ريبي قعد معنا ستة شهور ومشي جي بعدها الكابتن سايس كان جاي برضو عشان حيبطل ناس فكل ده انا عايزة لعب فانت كان عندك عزيمة انك عاوز تلعب انه بتقول لها السحادة هيبطلني لا ده نلعب زي ما دهالي كابتصال اللي بينك وينهم الملعب تفضل روح اتمرن اللي بينك ومينهم الملعب بس كابتن الصفحة هقولك على حاجة ظروف يا انا وكان شاعد يقدر حد يشلني من اي حاجة غير الحادثة هلأ بكلم بعد الحادثة الاتكال مع اي واحد يجي يكلم معايا احنا انت ابننا انت شيف عبد المنعم انت ظروفك غير ظروف اللعيبة دي كلها انهما يجي يكلموا على اللعيب يقولولو انت لأ حد بطل ولا يحاولوا يجبروا حد يبطل انت لما تكلموا لما كنت انت اياما بس تصحيحا لكلامك في كلوتشاي كلوتشاي ما كانش عايز يبطلك كلوتشاي كان عنده مشاكل اصلا انا دايما ما بسقش في المساعدين اللي هم ممكن يوصلوا لأي حد اي حاجة عن لاعب معين تفهمتني ازاي مين هيقدر يتكلم عم صرف عبدالله ولا الخطيب ايامها ولا شريف ولا بقية الفرقة اللي كانت محادش محادش وممكن يحصل بينك وبين المدرب عدم توافق بالفهم انما كمان انت موجود وبعدين يجي حد ستحصل لما مين تقولي انت عتعتذل مش عقولوك تعتذل تعتذل فين ومع مين مع سوق تفاهم مع مدرب جمال الحميدة قصت رجلو شيف عزمينة متقلبة عربية حمد عباس ما عرفش راح فين اكرامي جالو كارتليتش في رجلو كان ثابت كمان اللي رحمه كان عيبطل سنة اثنين وتعامين لما دخل لحظة الحميدة وما دالكو ان انتو حت زي ما انتو عايزين ومش عارف ايه فده كان سوق تفاهم مش قيمة لعب ولا تقييم لعب وانت عملت ايه بعدها كلتين اللي انت قلتهم الملعب رد جيت جهري عملت انت انت ليك نص اللعيبة اللي جابت جوان في مصر من عرضياتك من فضل الكبير من مجهودك من كل عيش وانا ببقولكش عشان احنا عادين مع بعض دي الحقيقة اللي الناس كلها عارفها وبتقولها الحمد لله انا بقولك يعني اللعيب اللي عنده عزيمة وانت عندك عندك عزيمة وانا كملت معاك لغاية سنة سبعة وسبعين تمانية وتمانين انا نقف اخد نص ساعة اخد مبار من اولها اكسبوا ماتش يلعبوني ماتش انت حسيت ان هم بقى خلاص هيعملوا تيم جديد خلاص بقى لما كسبنا زمالك بالفرقة الزغيرة فكرة تلاتة اتنين تلاتة اتنين دي كابتن جواري خده ومشينا ورجع هو ومرن وجاب الولاد دول وربنا ادالوا الماتش ده نحن في كاس العالم في المغرب ورجعنا ان انا هبدأ بالسواريون ان انا ما عدناش مشكلة كنت انتو الدوليين اللي طلعبوا وره وكسب الماتش ده فبقت فيه نظرة لبعد اللعيبة اللي كانت موجودة انها تبقى موجودة بس مش فيديك تقرم من ده وده نعم نعم يعني اتفرض عليك انك تبط اتسألت سؤال رده اه ديني ورقة اه انا فلان فلاني بشكر نادي الاهلي كل الشكر وكررت اعتزال كرة القدم داخل جدران نادي الاهلي قال لي انت ايه بتعمل ايه اللي بتقوله ده ومش عارفه قلت له برفع عنك الحرج اه انت حسيت اه قلت له نايس ليا الدعا كابتن سلاح سنتين اه شوان بكملة مش مهم بس مطلعش بره نادي الاهلي مش مهم قال لي ايه اني مش ناوي تروح تلعب في حتة تانية وكلمين ده قلت له قوم ياليتلي اللي يلعب في الاهلي ملعبش في حتة تانية اقول له ايه ساعتة ودي حقيقة خلت بالك كنت اروه اعمل ايه يعني انت شايف ان الاعتزال بالنسبة للاعب الكرة فيه سن معين ولا ممكن حسب قدرته هو بالأداء بتاعه طول ما هو سليم يلعب طول العمر اشتركوا في القناة